واتصل باشخاص قلهم انا اللي ينباصيه لانه رايح فر لي وراه ينفس فيه هو يشوف فيها منافسة لكن انا اني نشوف في روحي راني نناظل وماني حاطة مع احتى واحد لاني هنا ماني طامع في كرسي ماني طامع باش نولي رايس ماني طامع حتى باش نولي مير ماني طامع باش نولي حتى مير المهم الجزائر تكون دولة عدلة ودولة ديمقراطية ودولة مدنية بعدها لما بديها جنفية واتصل بالاشخاص وقالهم من باصيه جاتني هجومات من طرف الاماراتيين من اجل حثف الفيديوهات وعندي حتى تسجيلة الاماراتيين اللي يقولوا لي لابنا بيقبل لي رك في فرنسا بعدها ايضا ايه بعدها بيوم في 26 تواصل معي شخص اه موالفي مدني بالمعلومات ما نعرفوش شخصيا هذ الشخص لانو يتشاتي معي برك بصح على حساب الكتابة معاه باين بلي شخص اه شخص يعني واصل في الحكم ويعرف اسرار كثيرة قال لي بانك رقم اطلوب رقم واحد في الجزائر وحاذر على روحك في اليومين السابقين بعدها بيوم واحد قبل القتل الشرطة الفرنسية القبض علي يعني هاد الاشياء مجيش صدفة منذ تسريبات بونويرا وهو يسعى جاهدا من اجل الايقاع بي بعدما حكموني الشرطة الفرنسية اه تصل هو باشخاص وبدأ يقولهم راح ان يرحلوا اسبانيا راح ان يرحلوا اسبانيا لما تكلموا مع هؤلاء الاشخاص قالوا لهم ما راح يترحل اسبانيا لانو طالب يوجه في فرنسا ديش قالهم ما على باليش بهذه وعلش ما خبرتونيش وكأنو هناك حاجة في نفسي يعقوب يعني وشابية لكن الوشاية تاعه كانت على اساس اني حرق والاساس اني انسان ما عنديش الورق وفار من اسبانيا لانو اسبانيا طرح المعارضين وشابية لكن المعلومات ما مدهاش كاملة باني طالب لجوء هذا الشي اللي كان شفع اني ما رحتش الى مركز الاحتجاز واطلقها صراحي بعد 24 ساعة وهو لحد الساعة يحاول ويسعى جاهدا لحد الساعة هذه اليوم السبت خمسة فيفري نتكلم معاكم يسعى جاهدا من اجل معرفة مكاني موسيقى